اشتركوا في القناة ومع دخول الصيف يعني مع دخول الشتاء ومع دخول الصيف ليه بنحس بالحالة النفسية الغريبة دي تقلبات الطاقة في الوقت ده يعني احنا بنتكلم في دخول الخريف بتحصل تغيرات طاقية أو تغيرات مناخية التغيرات المناخية دي في ناس كتير قوي بتتأثر بيها وخصوصا في الشتاء يعني يمكن في الصيف أقل شوية النسبة الأكتر تأثرا بتبقى في الشتاء طيب أنا أعرف تغيرات مناخية لكن تغيرات طاقية علم الطاقة بقى فارد نفسه بشكل غريب بقى أنا كده كم سنة فده يخليني أقولك يعني الطاقة ليه علاقة بالمناخ طبعا ما هو المناخ لما بيتغير بيأثر على حيوية الكأن الحي اللي هي النبات والإنسان والحيوانات وكل حاجة يعني مثلا في طاقة الخريف دخول الخريف إيه اللي بيحصل للنباتات والشجر بيؤ آه صحيح بنسمي طاقة الخريف بنسميها الطاقة الإحلال والتجديد آه القديم خلاص بيروح والجديد بيطلع في مقولة كده لسيدنا علي اجتنبوا أول البرد أو أول الشتاء يعني واستقبلوا آخروا فإنه يفعل بكم ما يفعله في الشجر شفت الشجر كده لما ورقه بيصفر فالطاقة بتتغير فبتغير كمان نفسيتنا بتأثر على طاقتنا زي ما بتأثر على كل حلو ففي ارتباط كبير جدا بين المناخ وبين التأثير الطاقة عشان كده احنا دلوقتي ما عندناش طاقة تحس ان احنا فيه خمول كده بعض طبعا بتفرق من ولا بمفروض ان دلوقتي يبقى العكس يعني مفروض في التوقيت ده يبقى عندنا طاقة وبنستقبل الشتاء ولا بيبقى خمول وما فيش طاقة على حسب بقمة وكل حد على حسب استعداده النفسي ايه وطاقته الداخل ايه عاملت ازاي في الوقت ده والتراكمات يعني دايما احنا بنسمع عن فكرة الاكتئاب الموسمي صح خلاص ايه اللي بيحصل هنا هل انا فجأة ببقاعد كده ويدخل الشتاء هيجيه الاكتئاب لا طبعا بيبقى فيه تراكمات ممكن تكون على مدار شهور او سنين او فترات طويلة جدا بس مستنية الحاجة اللي تحصل فيها استرس اكتر فتقوم طلعة تنفجر كده التراكمات اللي موجودة جوانا خصوصا للناس اللي هم عندهم مشكلة اصلا في ايه حساسين زيادة عندهم استرس زيادة في حياتهم بالزبط وبيكتموا كتير يعني فيه ناس لما بيحصل اي حاجة بيخلصوا الموقف اول باول بيردوا بيتفاعلوا فيه ناس تانية بيعودوا يكتموا جواهم كتير يشيلوا كتير فإيه اللي يحصل يبتدي اتراكم كأنها دايما بشرحها كده كأن كباية أنا كل يوم أحط فيها شوية مية شوية مية شوية مية مع يوم مع اثنين مع اسبوع مع شهر مع سنة اتملت للآخر بعد كده لو حطيت فيها اي حاجة يحصل الفوران با الفوران الانفجار ده الانفجار بقى للنفس اللي بيحصل ايوة فالانفجار ده بيحصل لما خلاص بيكون هذا الشخص تحمل كتير جدا فجيه حصل مثلا تغيير في المناخ وخصوصا في الشتاء ليه خصوصا في الشتاء الجو غيم شوية ما بقناش بنتعرض للضوء كتير الشمس قال اه بالزبط بقى فيه خوف من حتة الرعد والبرق والأصوات اللي بتحصل والدنيا مغيمة فيه ناس أصلا بتخاف من ده فبيبقوا دول أكثر عرضة للإكتئاب الموسم اه او حتى للتقلبات المزاجية اللي هتحصل على فكرة فيه في الصيف برضو بس أقلبك يعني نسبة قليلة قوي لكن في الشتاء أكتر نسبتها أكتر بكتير جدا بس هي مش قعدة يعني فيه يعني أنا واحد من ناس أنا نفسيتي بتستريع جدا أول ما بتدي الشتاء يدخل ما احنا بقى في التوقيت ده في السنة تلاقي الناس تتقسم التفصيل ناسي تقول لك يا الصيف أنا عاشق للصيف وفيه ناس تانية تقول لك لا الشتاء والأجواء الشتوية والمطرة والغمامة يعني حتى الغيوم دي احنا بنحبها بس فيه ناس فعلا بتكتئب وده بقى اللي احنا النهاردة الحلقة دي معمولة ليكم انتوا ليه بتكتئبوا في دخول فصل الشتاء ونعمل ايه عشان نأهل نفسنا لفصل الشتاء لان برضو مش معقول هنقضيها اكتئب طول فصل الشتاء وخصوصا الستات وبعدين زي ما حداك دكتور قلت احنا بنشيل احنا اصلا شعب شيال بطبعه الستات عندنا بتشيل وبتشيل وما بتشتكيش وما بتتوجيش ودايما تباين انها كويسة ودايما تباين انها قد المسئولية وزيادة والستة المصرية بميت راجل وبالف راجل كل ده زي الفل لكن انت اكتر واحدة بتتعابي احنا اكتر واحدة اكتر ناس بنعاني من الاكتئاب والسترس وبتخلي الاكتئاب ده والضغط النفس اللي احنا هشين فيه طول وقت وخصوصا لو مرأة كمان عاملة بينعكس على جسمنا بقى تلاقي سكر تلاقي ضغط تلاقي ضربات قلبي سريعة تلاقي زي ما تلاقي يعني انت لو دورت هتلاقي هتلاقي حاجات كتير حملت قسية حملت قسية فاحنا بقى نستقبل ازاي بقى الحالة دي يعني ازاي بقى يعني نتقبلها يعني نفسيا بما نحددك دكتور نفسي يعني ازاي انا عارفة ان انا دخل على فترة اكتئاب في الشتاء فابتدي اعمل ايه ايه الخطوات اللي اعمل لازم ابتدي اغير نمط يومي يعني مهم قوي ان انا يبقى عندي لايف ستايل عشان فيه حاجات كتير جدا اول حاجة انا مفروضنا نصحة بدري طبيعي وصحي جدا ان احنا نصحة بدري وفي الشتاء خصوصا احنا بنحس ان احنا عايزين ننام اكتر ننام اكتر البطانية والدفن ومش قادرين نقوم بالزبط من تحت البطانية وفي حالة خمول مسيطرة علينا بشكل كبير جدا فتيجي تقولي بقى في الشتاء اسيب البطانية واصحة بدري وانا عارفة الخطوة اللي جاية العاب رياضة اوه ما مش انا بقى اوه ما روح يعني احنا عارفيني كيف مش هنعمله او نصنا مش هيعمله ما هو الاستعداد النفس انت عارفة لما بكوني خلاص دخلتي جوا الموضوع بيبقى صعما عشان كده بقول عايزين نستعد من قبل ده بشوية كده طيب برقم واحد نصح بدري نصح بدري ونشوف شمس نصح بدري ونشوف شمس رقم اتنين الحركة هنا احنا مش ضروري ان انا رياضة لازم طبعا يا ريت لو انا بروح بمارس رياضة معينة الرياضة كلها حلوة يعني كل انواع رياضات حلوة بس انا بحب جدا الماشي تمام وان انا اتعرض لاشعة شمس يعني ما فيش منع ان احنا ننزل نمشي شوية نص ساعة في اليوم ولا ساعة ولا يبقى فيه وقت لده فيه وقت لان انا يبقى عندي وقت الحياة الشخصية لان انا ممكن اكون بصحى منهم انا بنزل على الشغل على طول مش هلحى اعمل ده ونسبة كبيرة جدا من انا بنصحى جاري شاور على الشارع على طول على الشغل بالزبط ومعظم الضغوطات بتحصل بسبب الشغل للناس اللي بتشتغل ويعودوا في الشغل فترات طويلة جدا اكبر ناس بيبقى عندهم قابلية اكتر للموضوع بتاع الاكتئاب الموسمي احنا عشان كده النهاردة احنا معاك احنا معاك مش هنسيبك ياك احنا بنشتغل ومكتئبين ومكتئبين جدا وبما ان انا مرأة عاملة فانا حاسة جدا بالحداك بتقولوا ابصحى من النوم جاري على الشغل جاري اخلص جاري فحياتنا كلها وانا وزي الستات كتير ورجالة كتير حياتنا كلها جاري جاري تسحى جاري وترجع جاري وزحمة طبعا الشارع بيبقى زحمة ممكن ترجع من طريقك بساعتين مواصلات ساي فدي لوحدها دكتور يعني استرس وضغط زيادة فبتروح البيت لطاق نفسك ولطاق العيال ولطاق اي حد يقولك مشكلة ولا حتى الصوت العالي فده برضو بيخلينا اكثر اردى برضو للاكتئاب الموسم بالضبط وطول ما انا في الدوامة دي انا عمال احوش وراكم طاقات كتير جوايا فاحنا بنقول ايه لازم الطاقة تتفرغ اول بول فلازم يكون عندي ممارسات يومية انا بعملها عشان اقدر ان انا افرغ الطاقة دي اول بول وهنتكلم كمان شوية ان انا ممكن بعد فترة شهرين تلاتة لازم اخب بريك تلات يام لازم افصل خالص تلات يام وهنتكلم نعمل ده ازاي برد ايه طب نعمل ده ازاي لان احنا قلنا كتير ان في بلاد كتير جدا حتى بلاد يعني مثلا في لبنان وفي بلاد عربية كتير لازم السبت ده نص يوم اجازة والحد ده اجازة الناس كلها بتطلع الجبل وبتاكل برة وبتتفسح ويشوف اهاليها اوروبا نفس الحكاية كلها انجلترا نفس الحكاية يعني اقصد العالم كله عنده الاجازة دي مقدسة يعني لو مين محلات ما بتفتحش والناس لازم تنزل تخرج او تقض مع اقلتها احنا هنا شاقينين بالزيادة يعني ما عندناش يوم اجازة اصلا ما هو ده الموضوع زي ما احنا في الشغل انا مثلا بشتغل في مكان انا مفروض ابقى اكون في المكان ده مثلا الساعة تسعة فماينفعش ابقى تسعة ونص ماينفعش ابقى عشرة وماينفعش اجي النهاردة وماجيش بكرة انا لازم اعمل كده مع حزبتي انا الشخصية ان فيه وقت كده فيه ويكايند عندي فيه اوقات معانة ما تمشيش بنفس السياسة دي او حاجة تاني تيجي على حسابها لان في الاخر انا اللي هتعب وانا اللي هقع وساعتها ولا هعرف اشتغل ولا لو كنت بذاكر او طالب وعنده امتحانات ولا لو كنت بعمل اي حاجة في حياتي هلاقي طاقتي ابتدت تنخافض ما بقيتش قادر في الشغل وحش في الجامعة في البيت ما بقيتش شخص منتج هلاقي انتجيتي بتقلي جدا هتأثر على كل حاجة في حياتي تعارفين التفريغ ده التفريغ النفسي اللي انا بفضي اللي جوه حد هيقول لي ايه ايه يا استاذة لازم يبقى جازة اجيب فلوس منين انا عشان اخد العيل اخرجهم واصفرهم واجبهم عافوك انت مش لازم تخرج ولا تسافر ولا تصرف انت لو نفسيا قلت انا هاخد عيالي في حضني او هنبسط بولادي هقعد معاهم اشوف مشاكلهم ايه اسمع بنتي سنه مراحقة ولا سنه صغير عايزة تسمع عايزة تتكلم عايزة تشوف لو انا اديت من جواي ان انا استمتع بولادي خلي بالك يا جماعة احنا معظمنا احنا كمصريين بالربي بس ادي مسئولية اه هصرف هدخل جمعية عشان اغير الانترية في العيد هدخل معرفش اعمل ايه عشان اجيب متسك للواد هعمل ايه عشان اجيب ايه احنا حياتنا كلها دينامو عشان نسدد الطلبات لكن عمرنا ما قولنا نفسنا ما تيجي نستمتع بولادنا لما اخده في حضني كده ابني كده اللي كبر ده اخده في حضني كده واستمتع بحضنه لان انا قريد دراسة معمولة يا دكتور ان الحضن دازت نفسه لما اخد ابني او بنتي في حضني بيديني زي احساس المخدرات اللي هو الدوبامين بالضبط انا هرمون اللي بتفرز في الجسم في اللحظة دي فيه حاجات كتير بس هو هرمون السعادة اللي هو السيروتونين ايوه ده الهرمون اللي هو بيسبب حالة من السعادة حالة من النشوة والسعادة والنشوة والسعادة بالضبط والعناق او الحضن الحضن ده طاقة ايجابية طبعا يعني برضو كان فيه دراسة الزوج اللي بيحضن مراته قبل ما بينزل وبيطبطب عليها الستة دي بتبقى سعيدة جدا حتى لو قابلت مشاكل ايه تولي اليوم مجرد جزء بيحضنها كده خلاص الام اللي بتحضن ولادها الاب اللي بيحضن مراته وولاده يعني حتى البيت بتعمي فيه حالة من السعادة كده هم مش عارفين دي جاي منين هي الطبطبة احساس الطبطبة طبعا وهنا عايزة اقول حاجة مهمة حريك قلتيها لما انا باجي بقى هاخد ويك اند او هطلع كده كام يوم هفصل شوية حتى لو يعني بفصل بشكل جزئي مش هقول هروحها اسافر اسبوعين ثلاثة مشكلة معظم الناس ان هي لما حتى بتعمل كده وترجع بتحس ان هي مفصلتش ولا حاجة مفصلتش ليه بقى ليه فيه كلمة حاجة قلتي يا جميلة قوي انا هعمل ايه عشان افصل معظم الناس هو بيروح اي مكان يقولك انا عايز بقى افضي دماغي عايز اعض لوحدي ما اكلمش حد وافصل خالص ما اعملش حاجة انت كده بتستسلم مش بتفرغ طاقة انت كده الحالة اللي انت فيها هي بتتملك منك اكتر وهترجع من الاجازة دي هتحس ان انت عندك طاقة سلبية اكتر من انت سفرت اه مخنوق اكتر فهو انت بتفصل عشان فيه حاجات هتعملها مش عشان ان انت هتفضل نايم اه يعني فيه حاجات متلوبة مننا ان احنا نعملها لما تيجي نفصل طبعا خلينا نطلع فاصل ونرجع ونشوق الناس ايه الحاجات اللي انا اعملها لما اقرر انه نفصل احنا ما بنعرفش نفصل ما تيجي نعرف نفصل صح ازاي يلا بعد الفاصل ما دي حقيقة فعلا يعني احنا بنتكلم قبل الفاصل عن الفصلان خلينا اقول لكم يعني مباشرة انا قررت افصل زهقت وعندي اكتئاب وضغط نفسي ومشاكل في الشغل ومشاكل في العيل قررت افصل فخلاص حجزت في قطير رحت سافرت بلد اسكندرية اسمع اي حتة مهم رحت مكان عشان افصل افصل بقى ازاي لان الفصلان طلع ليه كتالوك والله عشان افصل لازم اعرف افصل ازاي مش هروح اسافر وابحطت التليفون في ايدي وعنايا جوة التليفون نفس الكآبة ونفس الناس ونفس البوستات ونفس كل حاجة دكتور محمد افصل ازاي الطريقة المسلة للفصلان شفتي اصلا احنا بنقول ايه افصل ازاي لو انا سألت نفسي الكلمة دي نفسها معنى ان انا افصل يعني محتاج ان انا ايه ابعد عن الحاجات اللي مضايقاني فيبقى دي اول حاجة ان انا ابعد عن طبعا السوشيال ميديا بشكل عام ان انا اصلا عايز اسيب الموبايل شوية تمام انت شايفة حياتنا كلها دلوقتي بيتانا قادة لازقين في الموبايل وما اكثر الاخبار السلبية خلاص فانا محتاج ان انا خلي طاقة سلبية اول حاجة منها ان انا محتاج ابعد عن التكنولوجيا شوية تمام اصلا عموما يعني تاني حاجة انا محتاج ان انا اعملها ان انا افصل حتى عن الاشخاص السلبيين اللي بيأثروا علي يعني لو جوز مدايق يسيبه في البيت وافصل لوحد لا مش كده ما احنا قلنا نبعد عن المدايق جوزك مدايق اكسيبيه وروح افصل لوحدك عشان تعرف تفصل عرفة فكرة اعتزل ما يؤذيك ايو سيدنا عمر قالينا اعتزل ما يؤذيك ايو مش من يؤذيك يعني انا باعتزل مواقف اه لكن مش معناها لان في ناس يقولك طب هسيبهم واروح قاعد انا الوحدي من عايش معهم انا باعتزل اللي هو من الاخر زي مدول ايه وجع الدماغ لو انا في حد بيكلمني وبيوجع مش لازم اكلمه اليومين دول نقصد كده نبعد عن اي حاجة مزعجة بالنسبة لنا انا كده فصلت انا كده فصلت لكن فاضل حاجة مهمة قوي اللي هي ايه ان انا هعمل ايه بقى عشان هستمتع ازاي بالفصلان هستمتع ازاي بالفصلان الطبيعة سيب كل حاجة وسيب التكنولوجي وسيب كل الكلام ده واطلع للطبيعة روح مكان انت بتحبه او بتستراح فيه قدر الامكان يعني لو مش تقدر تسافر مكان بعيد اوي فيه اماكن قريبة ممكن لا لا فيه اماكن قريبة في كل محافظة فيك يا مصر فيها منتجعات وفيها حاجات حلوة جدا احنا اكتر بلد فيها اماكن سياحية في العالم بالزبط كده ابتدي بقى يا سلام لو انت بتحب القراية وتسحى كده بدري وتقعد في مكان انت بتحبه مع عارفة اغنية فيروس كباية شاي بنعناع كباية القهوة كده الصبح مع الفطار الحلو اسمع لك اغنية حلوة ريئة كده امي روائي على نفسك يعني شيل الدغوط دي كلها الحياة ماشية ماشية طول ما احنا عايشين فعايشينها امي كده اسمعي مزيكة حلوة انت وقفة الصبح في المطبخ تديت اكلم نفسي يا جماعة يعني يقول لي ده صح انا لسه هنقول اللي هي التوكيدات الايجابية التوكيدات الايجابية ان انا اكرر عبارات ايجابية كتير لنفسي وكررها ده بيعمل حاجة اسمها توقيت في العقل اللواعي يعني بيبرمج عقلي عليها فعلا التوكيدات الايجابية دي هنرجع نتكلم فيها اكتر واكتر عشان عرف اذا كنت تجننت ولا لسه بعقلي بس تعال يا دكتور محمد نشوف الناس في الشارع رأيها ايه في الاكتراب المسلمي ونرجع تاني للسطوديو خليكم معانا هنتكلم عن التوكيدات بعد الشارع في ناس بتبقى متعلقة قوي بان الشيطة بيجيب اكتراب كده بس في ناس بتبقى واخد النورة وقان وراحت بال اكتر يعني بتختلف من شخص للتاني مش اكتر والله ياهو على حسب اه او انت مسلا طالب اه انت يطالب سبب مذاكرة وبتاع فهيبقى الاكتئاب اعلى انما لو مسلا واحد شغلته هادية او حاجة فهتبقى اهضى وخصوصا ان الشتاء بيبقى برد او كده بساعات بيبقى جو لطيفة مسلا قاعدة حلوة لو بتاع فيهد المود طبعا بالذات حتى في العين يعني لو انت مسلا قدامك منظر زي اللي احنا بنشوفه اخر النهار الايام دي في الخريف مع بداية الفصول بتلاقي المنظر مغيم احنا بطبعنا بنحس اللي التغييم ده مفيش في نور وبطبع البناء دم بيحس اللي الدنيا مش كويسة اكيد طبعا المنظر او العين بتاخد طبع البناء دم من جوه في السيف لا طبعا مرتاحة هي عشان قاعدة في البيت واجازة والكلام ده في الشتاء بقى بيبقى ضغط عليها من ذاكرة وجو ودروس طبعا السيف بيبقى فيه نوع من تعاشل البشر بلاي نفسي احسن شوية عكس السيف دايمان بعض في البيت في المروحة والتكييف الشتاء بخرج براحت بخرج اكتر يعني مثلا في السيف ممكن نخرج بيكون فيه نشاط عن الشتاء الشتاء بيكون الجو اكتر بيكون البيتي اكتر يعني كل واحد وليه التفصيلة بتاعته اللي تخلي طاقته مصبوطة مع الفصل اللي حبه طبعا الشتاء احلى من السيف بس الشتاء بحس فيه بارتاح نفسي كده لما بحس ان مودي مش مظبوط او كده بتدور على حاجة بتفرحني زي مثلا بسمع أغاني بشوف ايه اكتر حاجة هادية بعملها على حسب بان لو مخنوق ممكن انزل اتمشى شوية بقرع كرعون بقعد مع نفسي حب امشي في البلد شوية في الشوارع القاهرة الجميلة بتغير من مودي بسمع أغاني بتفرق على فيلم انزل ممكن اعمل قابل صحابي الكلام ده كله لما مودي مش حيكون متزبط حروح مثلا اعناها مسكندرية اعرب حاجة لها بطلع البحر بنام بخرج بكلم صحابي ممكن نقول لها مرتبطة أكتر عند الستات علشان الستات نقدر نقول لهم بيبقوا عكس رجالة بيستحملوش أكتر فنفسيتهم بتبقى ومشاعرهم فياضة أكتر فممكن بيتأثروا بدا اما الراجل بطبعه قوي بيتحمل أكتر من هو صغير فمافتكرش الحاجات دي بتأثر فيه الحالة النفسية في المناسبة الفصول بتبقى عند الستات أكتر يعني لا بعتقد اللي هي بتظهر أكتر على الرجالة طبعا في ضغوط الحياة والكلام ده فبتظهر أكتر عند الرجال يعني ان الشباب بتأثروا أكتر بموضوع الفصول وان ال عشان بيشغلوا الكلام ده كله عكس البنات والله يعني هم الستات بتأثر من اياه حاجة يعني مش محتاجين فصول بس يعني كيف يمكن تأثر من اياه حاجة تدايئهم تقلب المود وتعرفيش هم زعلانين من ايه بس هم ما عرفوش هم كمان بس كلهم زعلانين ففيه المود العام في زاعة يعني ما عرفش بس أنا بحس ان السيتات أكتر الرجالين ما بيفردش معهم حاجة عماتا يعني عايزين نكمل بقى ازاي برضو أفصل كل خطوات ان انا أعرف أفصل صح بص روشيت هي كاملة بداية أنام مظبوط مواعيد مظبوطة وأفضل مواعيد للنوم اللي هي من عشرة لاربعة خمسة الصبح أكيد مش كلنا بنعرف نعمل كده قوي بس بنحاول الفترة دي على قدر الإمكان ان احنا ننام لان فيه حاجة اسمها الساعة البيولوجية فده هيريح جسمي وهيخلي كل الغدد الهرمونات تبقى مظبوطة وهيبقى حالة الصحية جيدة جدا وفي نفس الوقت ده هياخدنا لفكرة ان انا بنام مظبوط باكل وبشرب ازاي التغذية الصحية في الفترة دي يعني بلاش اروح للحاجات يبقى رقم واحد بما انها رشدة فعايزين بس ايه عشان الناس ما اتطهش مننا هنام واصحة بدري النوم المظبوط لازم ااخد ساعات نومي الصح المظبوط ويفضل من بدري شوية يعني لغاية الفجر ده اكتر وقت الجسم بيحتاجه هو ربنا عمل لنا نظام كده احنا بس اللي بنتجاوز فدي اول حاجة رقم اتنين الاكل المظبوط الاكل الصحي مش هنتكلم بقى ده موضوع تاني بس يعني انا عايز اكون هلسي عايز ايكل اكل صحي عايز ابعد عن الحاجات المنبهات الجنك فود والتدخين والجنك فود الحاجات دي خصوان في الفترة دي يعني اوه طبعا ده نظام يا ريتي يبقى لايف ستايل لنا كلنا بس انا باتكلم عن الفترة دي عشان تريح كمان المعدة لان المعدة والقولون هي سبب رئيسي جدا لو احنا بنتكلم نارضة عن الاكتئاب وعن امراضنا سبب رئيسي ومهم جدا يعني انت لو صلحت المعدة انت عليكت الاكتئاب معلومة مهمة جدا نفسنا سعر اشرب مياه كويس تمام شرب المياه بالمقدار المزبوط تلاتة لتري يوميا دايما نقول يعني هي هي ليها ليها حزبة على حسب الوزن ممكن حد يحتاج كمية اقل من كده شوية او يعني كده او اكتر رابح حاجة الرياضة الرياضة هنا انا مش اقصد ان انا لازم اروح جيم مش رفاهية يعني مش بنتكلم مع الجيم والحاجات مش زي ما قلنا انا محتاج اتعرض لدوق الشمس محتاج فيتامين دي اه فيتامين دي اللي احنا دايما اكتر ناس بتشتكي منه المصريين اكتر ناس عندهم خلل في فيتامين دي اللي مش عارفة ليه المصريين معناه انها بلد الشمس والدفا فانت متخالة ليه وظائف قد ايه ليه وظائف قد ايه عضوية ونفسية واحنا بنكامل الوقت عايزين نفسل ونفسيتنا تبقى احسن فعايز اعلي الفيتامين ده تحديدا اه انت بتاخد فيتامين اه من الشمس فدي نقطة مهمة جدا اتمشى حتى لو انا بتمشى لله هدف اه يعني مش ضروري ان انا عندي تسك معين الاقي كل حد كل يوم لازم امشي مش عارف من المسافة دي المسافة دي بنفس يعني بتمشى بسمع مزيكة وانا ماشي ايوه يعني بفضي دماغي هو ده اللي انا اقصده اللي هي حتة فيها رياضة وإيموشنال شوية ده مهم جدا نيجي لحاجة اهم بقى كل داكم وحاجة دي بقى الله في حاجة اهم من كل دا الرياضة الروحية الرياضة رياضة روحية يعني اللي هي ايه الميديتيشن يعني عشان الناس بتقدل تقول لي يا ايمان بطلي المصطلحات الانجليزي الميديتيشن اللي هي اللي هي التأمل الروحي يعني اللي هو زي اليوغا كده يعني عارفين اللي هو ايه ده كده انا باخد شاور طاقة بقى خلاص التأمل يا جماعة أنا أقعد كده وأسيب وروح أتأمل أتأمل في ربنا وخلقة ربنا والنعم اللي ده لي ربنا يعني أتأمل عموما في الكون دي الميديتاشن في كل حاجة يعني إحنا عندنا في طاقت التسبيح والذكر أيوة يعني دي من الحاجات اللي أنا بسميها برضو رياضة روحية يعني هي حاجة عندنا في الدين بس أنت مش عارف هي بتعمل إيه على المستوى الجسدي والنفسي والروحي شوفوا لما دكتور نفسي يكلمكو في ده يعني إحنا مش جايبين شيخ من لا ظهر دكتور نفسي ده معناه إن المشاكل أهو بتجيله العيادة ودي حاجات مهمة جداً بيقولها حتى للناس اللي بتجيله يعني التسبيح دي العارف لو أنا قلت لهم قوموا سباحوا لك إيمان استشيخت يعني فأنا بالعكس أنا مسطوطة جداً بالكلام حداك بقول ده أكبر شحنة ونورانية للطاقة البشرية إن أنا أسبح ألا بذكر الله تطمئن القلوب وإحنا بنتكلم عايزين إيه والنفسية فقدي إيه الموضوع جميل قوي فعشان كده التأملات بقى إحنا بنتكلم في أنواع كتير قوي يعني إحنا بنقول لكم زي تعلو الرياضة الروحانية صحي كده؟ بنعليها بالذكر بنعليها بقيتين بنعليها هقولك حاجة أنا دلوقتي أبسط حاجة كده ممكن أعملها في عشر دقيقة بس كل يوم إن أنا أقعد في مكان هادي ريلاكس مش عغل أي حاجة بتساعدني على صوفت ميوزيك كده ومصطلقي خالص فارد جسمي وأعصابي وبتدي أخد طريقة التنفس العلاجية ممكن حتى نقولها بسرعة كده إن أنا باخد النفس النفس من البطن وأنا باخد النفس البطن عكس ما الناس يقوله خد نفس يشفو تيدخل بطنه لأ أنا عايز العكس وإنت بتاخد النفس بطنك اللي بتطلع لبرا من الأنف طب ورينا كده بكتر أهو وقت من النفس تلات ثواني وبعد كده خرج النفس تاني زفير البطن ترجع تاني يبقى وإنا باخد النفس البطن بتطلع تملى هوا وبعدين أمسك النفس وبعدين أخرج النفس تاني لغاية لما البطن ترجع تاني للموضوع الطبيعي بتاعها ده التنفس الصحي العلاجي ده تنفس علاجي أيوا بالزبط كده ده لو أنا قررته كده تسع مرات بصي بقى ضغطي مش مزبوط ضربات قلبي في أي ديبريشن دايخ مصدع كل ده هيتزبط في اللحظة والتو حالا أو علاجه هو سهل وآمن وسريع ومجاني لكل الناس فالتنفس ألف به طاقة أنت تنفس الأعضاء المخ بيتغذى علي على الأكسجين أكسجين فتخالي لما أنا بدي كل حاجة الطاقة والغزة اللي هو محتاج هيعمل إيه هيعمل حالة توازن حالا خلاص ده فيه تدريبات تنفس للريجيم للريجيم تخيلي أني قد إيه بحرق طاقة بتقنية معانا يقول لك بقى هنا اعمل دي مثلا ستة تلاتة ستة يعني أخذ الشريك في ستة يعني ليها بقى كذا حزبة كده وعدد وطريقة وتقنية وكده آخر سؤال احنا تكلمنا خلاص عن الرشدة إزاي أستقبل الاكتقاب الموسمي وزاي أبعد عنه إزاي أنا بقى برا الحكاية وزاي أعلي الرياضة الروحانية فيه ناس دلوقتي بتسأل طيب لو الناس في الفترة دي بتقولك أنا عندي شراها للحلويات أكتر وفيه ناس عندها شراها لمواد تاني هل الاكتقاب بيخليني أنا بيروح أنا على نوع أكل معين ممكن يكونش أنا بحبه أساسا أي اضطراب بيحصل هو دايما عندنا فيه ردين فعلي تلاقي أي حد لو لاحظت جاله مثلا اكتقاب أو اضطراب في المذاك تلاقي فيه حد ما بيأكلش خالص ويخس وحد تاني يدخن جدا أيوة تقولك أنا أكتقب أدخن أكتقب أدخن أطلع عمي في الأكل صح بيحصل كده وفيه حد تاني ما يعرفش خالص لأيه بيخس جدا فيه حد لما يكتقب ينام كتير قوي وفيه حد ما يجليش نوم خالص صح هو اضطراب هو ده غلط وده غلط هو حصل لخبطة جواه هي اللي خلت أن يحصل كده خلل في الساعة البيولوجية بتاعته وفي المراكز العصبية طب مين أكتر في التغيرات يا دكتور محمد الستات ولا الرجالة يعني مين أكتر عرضة للاكتئاب المسلم دي إحنا كستات ولا الرجالة أكيد الستات طب آخر سؤال الستات دعف كمان الستات يعيني شايلين كل حي أخر سؤال هل فيه أدوية لأن أنا دلوقتي بشوف أدوية بتتعرض كتير على الأونلاين وبيتجيز كتير بتتكلم على الأدوية اللي ضد الاكتئاب فهل فعلا ممكن أنا في فترة دي أحس أن أنا عندي خمول مكتئبة ونفسيتي مش قد كده فأروح أخد أدوية من الصدلية يعني هل فعلا فيه أدوية ضد الاكتئاب ممكن إحنا ناخدها ومش مدرق لا خطر السؤال ده مهم جدا طبعا ممكن يبقى حد قعب يسمعنا دلوقتي فيقول آه يبقى أنا عندي الأعراض دي يبقى أنا عندي اكتئاب موسمي يبقى أروح أخد أدوية لازم تروح تستشير طبيب ربما يكون عندك حاجة تانية ربما تكون محتاج برنامج مختلف لازم الأدوية تكون من خلال استشارة طبيب يعني إمتى توصف لي أدوية ضد الاكتئاب ليه المضادة للاكتئاب إمتى الدكتور محمد الفايد يقول لي يا إيمان أنت محتاجة أدوية مضادة للاكتئاب لما يبقى عندك خلاص بنسميها حصل خلل في كيميا المخ لأن خلي بالك فيه ناس كتير جدا بيحصل لهم اضطرابات أو مشاكل نفسية بس موصلش لسه لحتة أن أنا عندي لخبطة في كيميا المخ يعني يبقى هي بس محتاج تدريبات سلوكية شوية طاقة لكن فيه ناس بيبقى الموضوع تراقم معهم لدرجة أنه خلاص بقى بتحصل له نوبات مفاجأة أو بيحصل فيه بعض الدبريشن اللي خرج عن السيطرة والإرادة مش هقدر هنا أجي أعمله جلسات سلوكية أو أتكلم معاه هنا ده على طول لازم دواء هل بقى السؤال هل الأدوية فعلا بتجيب نتيجة وهل الأدوية بتعالج طبعا بتجيب نتيجة فعلا طبعا لو التشخيص مزبوط الدواء مزبوط العلاج مزبوط بس الأساس أن أنا هحتاج أن أنا أشتغل على الجزور السلوك السلوكيات السلوكيات رقم واحد دايما دايما على فكرة إحنا عايشين في تحديات لنفسنا طول الوقت يعني بقى تحدي نفسي عشان أنجح بقى تحدي نفسي عشان أن أبقى متزنة سلوكيا بتحدي نفسي عشان ما تعصبش على أولادي بتحدي نفسي في شغلي عشان نيبقى فيه روح حلوة بيني وبين زملائي أنا عارفة وحاسة بيك وعشان احنا كلنا زي بعض إحنا حياتنا كلها تحديات لكن السلوك بقى هو اللي بيكسب في الآخر هل انت قادر تتحكم في سلوكياتك ومزاجياتك وحياتك ولو فرض من ايدك الموضوع يبقى محتاج استشارة نفسية دكتور محمد الفايد بشكرك جدا وجودك النهاردة معنا في وحكا أنا وإن شاء الله لنا حلقات كتير إن شاء الله معنا مشاهدينا خلصت حلقتنا وإن شاء الله الحلقة الجاية دايما بيكون معنا مشاكل نفسية بنحاول نوصل لها لحلول ويا رب كده شتا سعيد إن شاء الله اشتركوا في القناة